إذاعة أم راديو تقدم فقرة من الأبراج إعداد وتقديم باتريسيا انفوض مرحبا، توقعات جديدة من عالم الفلك منتبع عبر إذاعة أم راديو على 105.5 FM عزيزي برج الحمل أنت تحمل حملا ثقيلا من المشاكل ابدأ بتخفيف هذه الأثقال عن كاهدك مهنيا، تظهر بلبلة وتشتد الضغوط عليك احتمال تجد نفسك في مواجهة صعبة مهما حاولت أن تكسب ثقة الآخرين إلا أن بعضهم ما زال يشكك بقدراتك عاطفيا، الغير القاتل عند الشريك ترفع عنده منسوب الشك فسارع إلى معالجة الموضوع قبل فوات الأوان صحيا برج الحمل الإبتعاد عن اللحوم لبعض الوقت يكون مفيدا وستلاحظ الفرق سريعا عزيزي برج الثور تستعجب حاليا من مدى سهولة الأمر استخدم هذه الفرصة المحببة لمواجهة أو إنهاء الكثير من الأمور عندها سوف تصبح مستعدا لمواجهة أوقات أكثر توترا عندما تصعب الأمور مهنيا، الانتباع الأهم بعملك هو تسجيل نقاط لمصلحتك وسوف يتحقق بسرعة وسهولة خصوصا إنك محط أنظار الجميع عاطفيا، تعامل مع الشريك بواقعية وبروية فالأمور بينكما لا تحتمل المزيد من الخلفات بعد اليوم صحيا برج الثور، الرشاقة هي مفتاح السعادة في الحياة وهذا متعارف عليه في حياتنا اليومية المليئة بالضغوط منكمل مع برج الجوزاء أنت مفعم بالحيوية والشجاعة لن تجد ظروفا أفضل لتنفيذ تموحاتك لكن تقدم بحذر مهنيا، يخيم جو من التردد أو الفوضى في مجال عملك وتطرأ تغييرات مفاجئة تجبرك على تغيير الحسابات عاطفيا، تشعر بأن الحبيب يمارس ضغوطا عليك لأسباب لها صلة بالعلاقة بينكما صارحوا لإصلاح الأمور وتنقية الأجواء صحيا برج الجوزاء إذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك فما عليك سوى استشارة أخصائية تغذية اليوم قبل الغد من المحتمل ظهور أزمات عن قريب فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك ستواجه تحديات وعراقي لصعبة مهنيا، الكثير من الاتصالات والزيارات أحمي استقرارك المعنوي ولا تسمح لنفسك بالتصرف بشكل طائش حتى لو كثرت الضغوط واشتدت المصاعب عاطفيا، الذهاب في الخلاف مع الشريك ليس من مصلحتك الحذر مطلوب في التعامل معه صحيا برج السرطان للإرهاق والأرق إنعكاسات سلبية والمعالجة مطلوبة فورا أما التأخير ينعكس سلبا عليك وصلنا لبرج الخيمس الأسد تحاول الإبتعاد عن الناس قدر الإمكان هذا بالطبع قرار خاطئ أنت ذاتك بحاجة إلى العواطف والتقدير والاستمتاع بأوقات سعيدة مهنيا، كن متأنيا جدا اصغي إلى الآخرين من دون تدخل من قبلك وتجنب الخيبات ولا تعطي رأيا مشاكسا عاطفيا، العلاقة بالشريك في أجمل أوقاتها أنت مخلص لأعلى درجة وفكرة الخيانة بعيدة تماما عن شخصيتك وطباعك صحيا برج الأسد البدانة لن تضر إلا صاحبها فحاول أن تبدأ بحمية غذائية لاستعادة رشاقتك منكمل مع برج العذراء من الممكن أخذ احتياجاتك الخاصة للخروج بنزهة لوحدك لتهرب من الجو العام والتفكير ببعض الأمور التي مريت فيها هذه الفترة مهنيا، مشروع جديد يحدد مستقبلك في العمل خصوصا إذا كنت تستعد لتأمين عمل مرادف يحميك من غدر الزمن عاطفيا، تأخذ الشريك إليك أكثر فأكثر هذا ليس صدفة، فأنت تعرف كيف تضرب على وتره الحساس صحيا برج العذراء لا تهمل صحتك إطلاقا على حساب أمور تافهة أخرى لن تفيدك بشيء عزيزي برج الميزين قد يكون اليوم مضطربا من ناحية الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك لا تبالغ في ردة فعلك، لكن حاول استعادة هدوئك مهنيا، يدخل كوكب مارس إلى برجك لكي يبارك أعمالك ويعلن عن فترة مميزة تخدم مصالحك أن تتنتظر مركزا مهما عاطفيا، تحتاج إلى رضاء الشريك ولأسيما أنك تمر بمرحلة حاسمة في حياتك معه صحيا برج الميزين من المفيد أن تختبر قدرتك على التحمل وهذا سيظهر لك مدى سلامة صحتك منكمل الأبراج وصلنا لبرج العقرب يجب أن لا تتبنى مسؤوليات كثيرة مهما كانت المغريات ولكن ركز على الأمور المهمة بالنسبة لك مهنيا، تحصل على معنويات غير منتظرة ترفع من منسوب حماسك طموح وتحب أن تصعد إلى مراتب متقدمة في العمل عاطفيا، تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلي ما يستوجب منك التأني في التعاطي معه صحيا برج العقرب تكون شديد العصبية تخسر الكثير من الطاقة لكن حاول أن تكون حذراً بعض الشيء منكمل مع برج القوس إصلاح بعض العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل ترتفع فرص الحل لبعض المشاكل بين الأسرة أو الأصدقاء مهنياً، لا تحاول أن تجعل الآخرين ضدك فهذا لن يكون في مصلحتك بل سيؤدي إلى خلق متاعب أنت بغنى عنها عاطفياً، تواجه بعض المصاعب وفقدان الحيوية والنشاط العصبية الزائدة لا تنفع في معالجة المشاكل مع الشريك فهي تولد العناد صحياً برج القوس، أنت بحاجة دائمة إلى المراقبة الذاتية ومعالجة إيجابية لحالة عدم استقرارك الصحي برج الجدي المفاجآت تأثار في انتظارك لكن لا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم وكن شكوراً على كل ما تتلقى مهنياً، الحسم مطلوب اليوم قبل الغد والعشوائية قد تدفعك نحو مزيد من التعقيدات عاطفياً، الشريك حساس جداً هذا يفرض عليك مراجعة حساباتك سريعاً لإلا تدفع الأمور نحو مزيد من التعقيد صحياً برج الجدي التقليل من السكريات والأملاح مهمة لصحة الجسم ويفضل العمل على استبدالها بالأعشاب والمحليات الطبيعية منكمل مع برج الدلو أنت متفق مع ذاتك، واثق بنفسك وتظهر سلاماً داخلياً واضحاً كما إنك مفعماً بالحيوية والحماس ونتيجة لهدوئك الخارجي يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك مهنياً، القمر المكتمل في برجك يحيرك ويضعك أمام خيار صعب وربما تصدم بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل عاطفياً، مبررات المواجهة مع الشريك موجودة بقوة لكن النتائج قد لا تفيدك بشيء صحي برج الدلو، استحقاقات متتالية واختبارات جدية تحدد مصير مستقبلك الصحي على المدى المنظور عزيزي برج الحوت، دائماً يوجد أشياء بداخلك تريد تغييرها تشعر بقلق دائماً، تميل إلى الوحدة أكثر مهنياً، اللعب تحت الطاولة لا يفيد وخصوصاً إنك تمتلك الجرء الكافية لتحديد أولوياتك في العمل عاطفياً، لا تلتزم ما لا تستطيع تقديمه للشريك فالمحاسبة قد تأتي في أي لحظة من دون سابق انذار صحي برج الحوت، التخفيف من كثرة العمل بات يحتاج إلى أن يكون ضمن اهتماماتك الأولية قبل فوات الأوان مستمعين، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم من عالم الفلك اشتركوا في القناة